في الأمور ولا عتبا شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة بلغ الرسالة نصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم أجزه خير ما أجزه تنبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته أما بعد مع قضية من قضايا الوحي مع موضوع من موضوعات القرآن مع الإنذار في القرآن الإنذار في القرآن ما معنى الإنذار وبماذا أنذر الله تبارك وتعالى خلقه ومما أنذرهم الله سبحانه وتعالى أولا الإنذار معناه الإختار والإشعار والإخبار بحدوث أمر ما لأخذ الحذر وأنذره أعلمه وأخطره وأشعره بوقوع الأمر ليكون على حذر أو ليكون على استعداد لملاقات هذا الأمر يعني الطلبة ما بيغيب من المدرسة مثلا شهر شهر ونص المدرسة بتبعث له إنذار الإنذار ده إيه جواب بيقولوله فيه أن أنت تجاوزت المدة المسموح بيها في الغياب وأن إحنا بعد فترة ديارة المدرسة هتضطر لفصلك طيب الإنذار ده وصل إلى الطالب ليحذره من قرب وقوع الفصل أو من قرب وقوع مشكلة في الدراسة ليكون على حذر عشان يرجع المدرسة تاني ويواصل الحضور عشان يتجنب الفصل بما أنذرنا الله تبارك وتعالى إيه الجواب اللي ربنا بعت الكل إنسان على وجه الأرض ما هو الإنذار الذي أرسله الله تبارك وتعالى لخلقه الإنذار الذي أرسله الله تبارك وتعالى لكل خلقه هو القرآن قال تبارك وتعالى في سورة الأنعام وأحي إلي هذا القرآن لما؟ لأنذركم به ومن بلغ أي لأخوفكم بهذا القرآن ومن بلغ أي ومن بلغه الكتاب أو الوحي من أمتي عليه أن ينذر به يعني إحنا مسؤولين عن الإنذار إحنا كمان كأمة استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصله الوحي وأنذر به ونحن وصلنا الوحي وعلينا أن ننذر به وأن نحذر به العالمين يقول الله تبارك وتعالى لنبيه يا أيها المدثر قم فأنذر روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البطحاء منطقة بمكة فصعد الجبل فنادى يا صباحاه يا صباحاه وهذه كلمة كانت تقال عندما يريد الرجل أن يحذر قومه من خطر سيقع عليهم أو من عدو سيهجم عليهم في خطر في مشكلة جاية في عدوها يهجم في قبيلها تغير عليهم يطلع الأعلى مكان وقول يا صباحاه يحذرهم من وقوع الخطر فاجتمعوا إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم وممسيكم أكنتم تصدقوني يعني لو قلت لكم العدو جايلكم في الصباح وفي المساء هتصدقوني قالوا نعم قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فالقرآن هو الإنذار الذي أنذر الله تبارك وتعالى به خلقه قال تبارك وتعالى في سورة الأنبياء قل إنما أنذركم بالوحي الوحي القرآن كلام الله ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون الصم مش الناس اللي عندها صمم عندها مشكلة في السمع لا الصم ناس بتسمع عادي من ناحية الحسة بتسمع ولكن لا يستمعون استماع استجابة يعني إيه؟ لما يكون عندك ولد دلوقتي من أولادك بيعمل مشكلة أو بيعمل خطأ معين بتقول له يا ابني اسمع الكلام اسمع الكلام كفاية طيب إنما بتقوله اسمع الكلام هو سامع بالأذن ولم يسامع؟ أكيد سامع ولكنه لا يستجيب يعني ما بيسمعش الكلام ما بيسمعش الكلام مش معناه أنه أصم أي لا يستجيب للكلام هذا الورد لا يستجيب للكلام فيقول الله تبارك وتعالى قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون لما بينذر الذين لا يعيرون القرآن أي اهتمام ولا يلقون للآخرة بالا لا ينتفعون بهذا الكلام إنما ينتفع بهذا الكلام من كان عنده حياة في قلبه لذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة يسين وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهِ إِنْهُوَ إِلَّا ذِكْرُ وَقُرْآنُ مُبِينَ لماذا؟ لينذر من كان حياً أن من كان عنده حياة في قلبه ويحق القول على الكافرين يقول الله تبارك وتعالى في مطلع سورة النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون فالقرآن كله إنذار قال تبارك وتعالى في سورة الشورى وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا روحًا سمى الله عز وجل كتابه روحًا لأن الله عز وجل يحيي به الأرواح الميتة والقلوب الميتة روحًا مِنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع إلى ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ومن الأمور التي أنذر القرآن بها وخوف الناس من قرب اقتراب وقوعها يوم القيامة قال تبارك وتعالى في سورة مريم وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ خوف الناس من يوم الحسرة من يوم القيامة وسمي بيوم الحسرة لأن للمؤمنة والكافرة يتحسران فيه على السواء طيب إحنا عارفين الكافر هيتحسر على إيه عايش في الكفرة أو في المعصية ودخن النار عارفين هيتحسر على إيه على عدم إيمانها وعلى عدم طاعة الله عز وجل طيب المؤمن هيتحسر على إيه باه قيل أن المؤمن يتحسر على كل لحظة مرت عليه لم يذكر الله فيها من عظم ما رأى من الثواب الذي يعطيه الله تبارك وتعالى على طاعته وذكره يعني لما يروح ويشوف الثواب الذي أعده الله تبارك وتعالى له على أعماله اليسيرة القليلة يتحسر ياه يقول ياريتني كنت عملت أكتر من كده ياريتني كنت زودت في الطاعة أو في الذكر أو في العبادة حتى يزيد الله تبارك وتعالى لي في الثواب وأنذرهم يوم الحسرة والحسرة هي أعلى مراتب الندم أعلى مرتبة في الندم الحسرة والحسرة أسأل الله تبارك وتعالى ألا يذيقنا إياها في الدنيا ولا في الآخرة أسأل الله تبارك وتعالى يذيقنا إياها والحسرة هي أعلى مراتب الندم ولما يقول لك إنسان بيتحصر على شيء الشيء اللي بيتحصر عليه ده يعني لا يرجى أن يعود مش هيرجع تاني إنما ندم ممكن يندم على شيء والشيء ده يعود إنما الحسرة أعلى مراتب الندم بقى بيتحصروا بيتنظم على حجمه يشارك عتاني وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون قال تبارك وتعالى في مشهد من مشاهد الحصرة في سورة البقرة ومن الناس ما يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولما أقول أنداد ما تتصورش أن هي الأصنام أو الآلهة أو الملوك اللي كان المشركين بيعبدوها في الجاهلية قبل ما أبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو الأصنام اللي بتعبت دلوقتي لا ده الصنم ده ممكن يكون سلطة ممكن يكون منصد ممكن يكون الصنم ده زوجة يعني تصدك عن سبيل الله ممكن يكون الصنم ده كورة تعود قدامه ليه النهار كده تتفرج عليه وأنت تسمع الأذان ولا تجيب وتضيع حقوق الله عز وجل من أجل ممكن يكون الصنم ده مال بتعمل أي حاجة حلال حرام تفتري تكذب تظلم تشهد زور تأكل المراف تأكل حقوق الناس عشان تتحصل عليه تغضب الله عز وجل من أجل فأنت بتطيع أمر المال أو أمر الزوجة أو أمر الند الذي جعلته ند المساوية لله عز وجل من أجل أن تتحصل عليه ده يتخلى عنك يوم القيامة ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله والذين آمانوا أشد حبا لله اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أسباب النجاة تقطعت بهم أسباب النجاة يتحسرون ويرون العذاب وأنه لا رجوع إلى الدنيا مرة أخرى ولا سبيل لإصلاح ما أفسدوه في حياتهم الدنيا فاليوم يوم الجزاء والحساب ولا مجال للعمل ولا لتصحيح الأخطاء ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا كل واحد ميش ورحاج اتبعها يقول إيه لو أن لنا كرة رجع إلى الدنيا مرة أخرى لو ينفع نرجع إلى الدنيا مرة أخرى لبا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا نتبرأ منهم ونتخلى عنهم قبل ما يجي يوم القيامة ويتخلى عنه ولكن سبحان الله لا سبيل لإصلاح ما أفسدتوه أفسدتموه فهذا اليوم يوم الحساب والجزاء فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم التي يعملوها في الدنيا حسارات عليهم تعرض قدامهم كده ويتذكروها ويعودوا يتحسروا على كل شيء بيعملوه يعني وهم في حالة يعني في مرتبة هي الأعلى في مراتب الندم أستاذة نادية متجيزة ماشي تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة نادية الله يخليك كل شيء حضرتك طيب وحضرتك طيب ربنا يبارك فيك يا رب جزاك الله عنا خير وإياكم اسمعوك عادية بس عند حضرتك كامسة وقالت كده او مازالت قتلها بس زيارة لي ماشي فضل طب حضرتك اه يعني انا المفروض ان احنا بنشوم التسعة تيام دول اللي هو اوله من نهارك اه اه بس انا بكونت عبانة ما بقدرش لان في يوم قبل كده شونت كنت نايمة كنت يعني كنت بس حضرتك بموت سعيد اه فانا كان نفسي ان انا قتوم يعني وقفت على فقط فانا مش هقدر هل ممكن انا مش عايزة يفوتني السواب ده يعني انا نفسي بتراحه هل ممكن ان انا اخرج عن اليوم ده مثلا افطار طايم ينفع اه اه اجيبك ان شاء الله يا سيد زنادي السؤال التاني السؤال التاني حضرتك المتوفي بيحث بنا لان اخوه اللي ارحمه جي الواحدة تعرفنا وقال لها اقول لهم لما الدنيا تضيء بكم واحنا فعلا في جيء قولوا بحاج بي الله ونعم الوكيل اسأل الله تبارك تعالى ان يفرج عنكم وان يوسع اموركم وارزقكم في الدنيا والاخيرة امين يا رب امين يا رب السؤال التاني فيه ستة جميلة كده يعني كانت قاعدة شايتها وقاعدة جنب الشباك انا كنت عندها بذيورها فسمعنا اسواق ناس يعني بيتكلموا عاجف اسواق وصل لنا فقفلت الشباك فطبعا لما اخلت الشباك كتب اقول لها اخل في لي اجل حتى ما نسمعش اشرار الناس بس هو السؤال جاي لحد عندها وحضرتك فيه واحدة تانية بتحاول تسمع اشوات الناس عاجف يا رب دي جزاها ايه ودي جزاها ايه واشكرك يا رب عاط ماشي اسناني اجيبك ان شاء الله اجيبك ان شاء الله كنا نتكلم عن مشهد من مشاهد الحسرة في يوم القيامة كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم ومخارجين من النار يقعد كده اعماله تمر عليه يفتكر اليوم اللي كان قاعد فيه وسمع الادان مرحش المسجد وهو في كامل الصحة وكامل القوة ويفتكر اليوم اللي كان الاذان بيؤذن فيه وهو يتعمد ترك الصلاة في المسجد وهو عنده سيارة يقدر يروح بها اي مكان استاذ مومي ايوه استاذ مومي سلام عليكم عليكم السلام يا اهلا وسهلا كل عام انت بخير يا سيد مومي كنت بخير يا باشي تفضل اسمعك اعم الشيخ سيام يوم عرفة نعم هل هو يعني يعني يغفر جنوب تناتيان نعم نعم هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يكثر السنة الماضية والسنة المستقبلة نعم 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 استاذ نذا من سوهاك استاذ نذا السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك يا استاذ نذا كيف حالك الحمد الله معلش يا استاذ نذا وقت صوت التلفزيون شوية واسمعينا من الهاتف معلش يا استاذ نذا حاضر حاضر فضل ممكن اعرف اسباب السراحان في الصلاة ايه ممكن اعرف انت بتسراح في الصلاة يا استاذ نذا ساعة او ساعة لا طيب ماشي ماشي يا استاذ نذا عندك سيلة تانية طيب خلاص كده طيب الاستاذ نادية بتقول حكم الصيامي طيب ماشي سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ام محمد كيف حالك يا حضرتك ربنا يا عزك ربنا يخليه كل عام واهل الشاقية كلهم طيبين وحضرتك بخير يا دكتب فضل الله يبارك لك يا حضرتك انا ممشي الشيخ معي ايوه مع حضرتك سامعك يا ام محمد فضل طيب ماشي عشان بس يا سيد معي الشيخ انا جيت تلوقتي كان معي عيالي وهم صغيرين كنت عايشة في سعادة وكل حاجة من بدأ ما يكبروا كده وكويسين وبيصلوا وكل حاجة بدأتي جيت في بيت بنيته جديد وجيت فيه فرصة ناس بدأتي ايه؟ عفوك بنيت بيت وجيت عيالي مطابعين من مكان لمكان فضل يقولي لي هما دول ولادك هما دول إخواتك كده فالعيال كانت حلوة جدا 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 فيه ما تتخيل من دين لكل حاجة اه دلوقتي الآن شردت مني وعايشين عيشة ربنا يعلم بيها ربنا اللي يعلم بيها مش قادرة وفق ما بينه ما بين أبوهم وروحت ما عالش بعد احترام ليك روحت لفت وقالوا لي بتعالج بالقرآن وكده فقدتني شوية حاجات هيديت أربع شهور ورجعت لما حضرتك قلت اللي ما بيعرفش يعالج الحاجة بترد عليه تاني فأنا عمر مش هروف لها تاني فهي قد طلبة مني إن أنا رف لها تاني وحددت إن أنا أسقت قديها الموضوح يكتل في أربع تلاف اللي متين وخمسين فأنا جيت هتصرف في الخاتم وكده وبيعه فربنا ما يسرش الأمر تمثل لا تبيعي شيء ولا تروحي لحد ما أقولك تعملي يا أمو محمد أبشري خلاص أمو محمد طيب ماشي وضحت اللي الرسالة يا أمو محمد أجيبك إن شاء الله الأستاذة نادية طبعا الصيام التسعة من الأول من ذي الحجة ليس فقط أنه شيء مستحاب من باب الاكثر من الأعمال الصالح طيب إما تدريش تصيم ويئت تصومي لا يكلف الله تبارك وتعالى نفسا إلا وسعه يعني إن كنت تعتدين الصيام ودلوقتي ما تدريش في أبشري فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيمة أنت بتفكر يا رب إن يجزيك خير وإحفاظك يا رب وزادك الله وحرصا بتفكر إن أنت تطعمي صائم في يوم عرفة عشان أنت مش تدري تصومي ده من الأعمال الصالحة أكثيري يعني أكثيري من الأعمال الصالحة لا أحرج عليك يا سيد محمد سيد محمد اسمعوك مالو السلام مالو السلام عليكم مالو السلام عليكم سيد محمد مالو محتبركاته اسمعوك يا حبيبي الغالد فضل بعد إذن حضرتك أبو سيد شيرك أنا أنا عمري 33 سنة يعني لما أعطيك كده ما أصلتش فيهم أم حتى يبدأ طيب هل تدر الوقت أعملي يا سيد محمد في الصلاح ما بينك مفيش لا يا سيد محمد شيء اليك كده ربنا يا كرمي الصلاح جميلة ومريحة هترتاح إنت مبسوط من غير الصلاح أنت أنا مش مبسوط sighs طيب يقوليك كده إيه اللي جبرك أنه أنت تدايق نفسك وتتعب نفسك ولouv بطاطir الحمد للب إن شاء الله تبدأ من دلوقتي مش من بكرة إن شاء الله تقفل معي فتروح تتوضى وتصدى وأنا هقولك تعمل إن شاء الله تابعني وأنا هقولك تعمل إن شاء الله أم محمد من الشرقية رجعي الثاني آه حضرتك آيوه حضرتك آيوه محمد دلوقتي أنا جيت الناس كانت بتحبيني جدا جدا والله كانوا بقول لي ربني أعزك إحنا بنحترم إن عالي اللي أنت لابساه دلوقتي بصت لقيتهم قلب علي من غير سبب كده ويروحوا يشتكونا وبهدلونا يشتمونا وبهدلونا ويروحوا يشتكونا في المركز نيجي نعمل قاعدة وأنا يبقى الحق معايا أبص الحالة إلحقت قلب علي قلت بهدلت وانهنت في الحتة اللي أنا فيها جامد كامد جامد بهدلت خالص أنا بنت ناس مشترمين وأنا مشترمة جدا لله مش بتحكير ولا بحب المشاكل وطيبة جدا ما حدش المشاكل والله ولا أي حال لا يا محمد لا عليك أبشري إن شاء الله أبشري بالفرج لا لا أبشري لا عليك عتبني كان خاطب سلطوا علي وفسدوا علينا وفركشوا الخطوبة بتعبه لا لا أبشري لا عليك لا عليك أبشري أبشري يا أمو محمد أبشري لا عليك طيب هل المتوفي يشعر بنا الثابت الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الموتى يسمعون الموتى بيسمعوا دي حاجة الحاجة التانية أنه هم بيشعروا بيعلموا بالأحياء أو بيحس أنت بيحصلك إيه بيعارف توصل لأمورك وأحوالك هذا كلام لم يرد به نص صحيح ولا من الكتاب ولا من السنة ويجب التوقف في أمور الغيب عند حدود النص القرآني أو النبوي إنما الثابت الصحيح من الموتى بيسمعوا يعلموا أحوال الأحياء الله أعلم يعني لم أجد في ذلك نصا صحيحا طيب واحدة بتغلق الشباك لما بتسمع أصوات الناس عشان ما تسمعشوا ما بيقولوا إيه ربنا يجزها خير ويبارك فيها ويحفظها ويحفظ سمعها لا ده شيء كويس جدا إن أنت تبقى الكلام وصل لك وإنت اللي تقفل الشباك أو تقفل الحاجة اللي بتخليك تسمع صوت الناس عشان ما تسمعش أصرارهم هذا حرص وهذا أدب وهذا عمل بقول الله تبارك وتعالى ولا تجسسوا إنما اللي بيسمع بها يعني ارتكب يعني أمرا منهيا عنه وأمرا في غاية البشاعة إذ الله تبارك وتعالى يقول ولا تجسسوا ولا يغطب بعضكم بعضا هذا أمر مذموم الأستاذ أنا ده بتقول أسباب السرحان في الصلاة أسباب السرحان في الصلاة عدم استشعار لذة القرآن أو عدم التفكر في القرآن لو إنسان بيفكر في الآيات وبيقرأها أو بيقرأ بآيات مثلا هو فهمها كويس أو بيركز فيها إن شاء الله مش هيسرح وأول ما الإنسان يجيله حاجة والشيطان يفكره بكذا وكذا لأنه ده بيحصل مع الناس كلها بيحصل معايا ومعاكم مع أي حد لما الشيطان يجيلك استعذ بالله إن الشيطان الرجيم في الصلاة وتدبر القرآن فإن تدبر القرآن من أعظم الوسائل المعينة على تذوق حلاوة الصلاة أم محمد من الشرقية يبدو يا أم محمد يعني أنكم أصابتكم العين يعني لا تروحي لفلانة ولا علانة إلا أقولك ده تعملين سورة الفاتحة سبع مرات يومية ترقي بيها نفسك وزوجك وأولادك سورة الفلق تلات مرات سورة الإخلاص سورة الناس في كثينك كده تقرأ إيهم كل واحدة تلات مرات وتمسح بهم ما استطعت من جسدك ومن جسد زوجك وأولادك وعليك بالدعاء فإنه سهم لا يخطئ ونحن في أيام الدعاء فيها أرجى للقبول الناس ألبوا علي طب بصي بقى أنا هنصحك نصيحة لما تجد تتعامل مع الناس لأن المشكلة دي لأسف بتقابلني كتير جدا وده سبب من أسباب الصدمات النفسية العنيفة اللي بتحصل الناس كتير جدا تلاقي إنسان طيب مسالم بتعامل مع الناس بشكل كويس جدا أنا ما بيزيش حد ما بيزعلش حد وفاجأة يفاجأ بموقف صادم رد فعل صادم أنا ما استحقش كده أنا ما بيزيش بعملكه بالطريقة دي فهيبدأ يصدم ويكتائب ويزعل ويحزن لا إنسان يوطن نفسه ويعود نفسه أن يعمل العمل خالصة لوجه الله أنا بعمل الناس كويس عشان ربنا لما الناس تقلب أنا مش هتأثر لأنني ما كنتش بعمل عشانهم أصلا فأنا طالما بتعامل مع الناس كويس ما أزيتش حد ما أغلطتش في حد ما تسببتش في مشكلة لحد خلاص أنا يعني أحتفظ بقلبي ساكنا هادئا إذا كنتوا أعملوا العمل لوجه الله أنا بعمل حاجة دي عشان ربنا خلاص مش عزع أنت عايزة من الناس دي بقى يعني أنت عايزة لأجرم ربنا لو الدنيا كلها خصمتك ما تزعليش أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح بينك وبينهم الأولاد يعني سبحان الله يعني تغير سلكم زي ما حضرك بتقولي يعني ودي رسالة لكل أبن وأم عليكما بالدعاء دعاء الوالد أو الوالدة للولد أو على الولد من الدعاء المستجاب وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم وأن يصلح أحوالهم وأن يعني يرزقهم الأخلاق التي يقر بها عينك في الدنيا والآخر طيب الأستاذ محمد بيقول أنا ما صلتش بآلة بآلة 33 سنة بص يا أستاذ محمد القول الذي أرتاح إليه من قول الفقهاء أن التوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يجب ويهدم ما قبله خلاص عفى الله عن مسارة في 33 سنة تعمل إيه بقى من دلوقتي أستاذ محمد زي ما قلت لك تقوم تصلي محدش ده من عمره وترك الصلاة ده أمر خاطر جدا المعصية الوحيدة يعني سبحان الله التي اختلف الفقهاء في دين صاحبها والعياذ بالله ليه الإنسان يحط نفسه في موقف زي ده وأنا بس ألك تبتول أنا مش مرتاح وعمرك ما ترتاح من غير ما تكون بتصلي ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا يعني ضيقة ما ينفعش أم من دلوقتي ربنا يكريمك يا رب ويعينك ويحفظك ويهدينا وإياك للصلاة المستقيم أم دلوقتي حالا سميدية توضى وصلي طب اللي فات تعمل في إيه اجتهد ما استطعت في النوافل يعني زيد من النوافل عندك 12 راكعة مؤكدة قبل الصلوات وبعد الصلوات يعني عندك قبل الفجر اتنين قبل الظهر اربعة بعد الظهر اتنين عندك بعد المغرب اتنين بعد العيشة اتنين حافظ على النوافل دي لأنها تجبر النقص اللي حصل في الفرائض على مدار 33 سنة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياك من المصليين كما يحبوا أرضا كنا يا إخوة بنتكلم وإخوات عن مشهد مشاهد الحصرة في يوم القيامة وقلنا أن الند كما قال تعلم الناس ما يتخذوا من دون الله انداذا يحبونهم كحب الله ممكن يكون مال منصب امرأة بيت عقار وظيفة سلطة أي حاجة خلاص يعني حتى الكرة والله الكرة صنما عند كثير من الناس ولا حولها ولا قواتها إلا بالله يضيع الواحد أو الشاب وفرائض الله تبارك وتعالى ولا يقتربه من المسجد من أجل مباريات الكرة فأسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يتوب علينا وعلى عصات المسلمين يقول الله تبارك وتعالى كفارك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم المشكلة الجاية يسمع كده بقى وما هم بخارجين من النار ودي رسالة لك يا أستاذ محمد ورسالة لكل إنسان جعل لله ندة النار يا كماعة اللي بيدخل فيها بالشكل دا مش هيطلع نعم أهل المعاصي لا يخلدون في النار إذا ماتهم وحدون نعم ولكن سبحان الله يعني أنت تستحمل في النار قد إيه ما يعني فما أصدرهم على النار من الذي يطيقوا عذاب الله تبارك وتعالى أنت بعيد عن ربنا ليه إيه اللي مستاهش طيب أنت وكل إخوتك في الميراث البنات في الميراث ليه قطع رحمكم خاصم إخوتك تحت أي مبرر ليه ما فيش مبرر لكده أنت كمدير في العمل بتظلم اللي تحتك ليه ما فيش حاجة مستاهلة أنت تستحمل يوم في جهنم والله ما تستحمل ثانية واحدة أفق قبل فوات الأوان جعلاني الله وإياك من سكان الفردوس الأعلى من الجنة روى أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع يؤتى يوم القيامة بالموت على هيئة كبش أملح أملح يعني إما شعره أسود وفيه قلة من الشعر بيضاء أو العكس أبيض وفيه قلة سوداء يؤتى به بين الجنة والنار فينادى يا أهل الجنة هل تعرفون ما هذا فيشريبون يرفعون رؤوسهم فينظرون فيقولون نعم هذا الموت وينادى يا أهل النار هل تعرفون ما هذا فيشريبون فينظرون فيقولون نعم هذا الموت فيؤمر به فيذبح بين الجنة والنار يا أمو محمد معاك مع ليش أنا كلمت حضرتك والخط قطع أنا كده وبنام برضو بشوف حالات برضو اختصاب إن أنا بتجوز بعد غير جوزين كده حاجات وشوف تعبين طيب يا أمو محمد صلى على النبي كده واستهدي بالله أخبارك إيه مع الصلاة يا أمو محمد الحمد لله الحمد لله حافظه على الصلاة كويس الحمد لله أبو صلاة الفجر لا طيب ما خلاص أهو يعني إيه بقولك لما تعرف الصلاة بطل العجل ده ترك صلاة الفجر ده الواحد يخلي الجن والشياطين يتصلاتوا على أي إنساء طيب خلاص عايزك تصلي الفجر يا أبو محمد وتحافظ عليه ربنا يبارك فيك الله يبرك لك يا دب طيب طيب أنت سمعت الكلام اللي أنا قلته لك أنا ما سمعت الشيطة تبعتين على الشاشة طيب يا أمو محمد عليك بروقيا الشرعية خليكي معا بص أفتحه دلوقتي طيب بصي بقى اسمعيني بقى صورة الفاتحة سبع مرات صورة الفاتحة كمرة؟ سبع مرات وصورة الفلق تلات مرات لا أنا مش متعلمة أنا حافظها كلها اللحظة كلها عزب رب الناس ما أنا عايز دولة أنا مش عايزة لدولة بس يا أمو محمد ربنا يبارك فيك أنا عايز دولة بقى أنا عايز صورة الفاتحة وصورة قوله الله أحد باسمها صورة الإخلاص وصورة الفلق وصورة الناس صورة الفاتحة هقرأها سبع مرات واخدبالك بنية الاستشفاء بالقرآن وقرأها على أولادي حط يدك على رأس أولاديك كده وقرأها عليهم كل واحد الفاتحة سبع مرات ماشي وعلى زوجك برضو صورة اللي قوله والله أحد وصورة الفلق قول أعوذ برب الفلق وصورة الناس هتجيبي كفيك اللي اتنين كده وتحطيهم يعني على بؤك كده خلاص وماشي وتقرأي كل صورة ثلاث مرات تقرأي كل صورة كم مرات ثلاث مرات طيب وبعد ما تقرأي كل صورة ثلاث مرات تمسحي بكفيك دولة تمسحي جسمك كله وتبدأي برأسك وكذلك تعملي مع أولاديك كده الفترة وعليك بالدعاء يا أمو محمد وإحنا في أيام مباركة لا أنت ادعي وألح على الله عز وجل في الدعاء واستغف بالله ونعم بالله ونحن بالله وسبحي قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظلمين وأبشر إن شاء الله يأتيك الفرج في القريب العادل يا أمو محمد طيب يا شو أم مالك طيب يا أم مالك أم مالك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم مالك تشبحت يا شيش نعم أنا عندي ابن صغير عندي سنة ونصف أم ابني بيقع كثير جداً ومن أي كلمة أو من أي حد يعني بش قادر أورك بيتعب في ثانية وبيحصلوا حاجات غريبة جداً بيفضل يقع ويفضل يصوت يفضل يلطم على وشه وأنا مش عارفة ده من إيه يعني وأنا أنا ما بصليش أنت ما بتصليش وكل ما تصلي ألاقي حاجة كده بيتحشني وحاجة اقتباعدني يعني ممكن ما تصلي يومين وفت ألاقي حاجة حاشتني وبعادتني عن الصلاة القادمة يعني أعيد أحضر لك بس تديني معلومة أن أنا أحافظ عن قابل إيه طيب خليكي معايا أم مالك تابعيني على الشاشة أجيبك إن شاء الله أم مالك طيب أم مالك بتقول أنا ما بصليش وإبني بيحصل طيب الحاجات اللي انت فيها دي كلها أفعال شيطين في شيء من المس أو تسلط القرناء أو الشيطين عليكم دي نتيجة طبيعية لعدم الصلاة ربنا يبارك فيك ويصلح حالك يا أم مالك ابدأي من دلوقتي زي ما قلت رسول محمد ابدأي صلي ما فيش حاجة في الدنيا يتستاهل إنت تحب تروح يا ربنا دلوقت وإنت بالوضع ده أكيد لا ما تحبش كده أبدا ولا أي حد فينا يحب كده كلنا عايزين ربنا يقبضنا وفي غاية الرضا عننا اللهم أمين ما ينفعش أم مالك صلي صلي احمي نفسك من الضيق في الدنيا ومن عذاب الله في الآخرة قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتين ولا يحض على الطعام المسكين فويل فويل شر أو هلاك لمن يا رب للمصلين مش اللي ما بيصلوش خالص للمصلين الذين أم عن صلاتهم سهون يضيعون أوقاتها وحدودها ولا يحافظون على شروطها وأركانها وتساهلون في أدائها ويجمعونها من دون عذر طب ما بلك بامل اللي بيصليش خالص ده فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غية قيل شرا أو هلاكا وقيل هو وهد في جهنم بعيد القعد خبيث الطعام ما فيش حاجة تستاهل وعليك وعليك برقية الشرعية يا أم مالك دائما كما قلنا لأم محمد من الشرقية أستاذ مؤمن أفضلت الشيخ معلش تؤال بح معاك أستاذ مؤمن أفضلت الشيخ وأنا ناعم في الحل ذي خيمة كده دخلت فيها بيضة نعم خيمة بيضة دخلت فيها وأنا ناعم كده آه وأنا ناعم طب فيها أي الخيمة دي الخيمة دي فيها واحد لا بس أبيض في أبيض كل أبيض وعنين بيضة وكل أبيض ما ينور كده أفضلت الشيخ ما قالكش حاجة ما كلماتش تقلمني أول ما فتحت الخيمة كده قالك ايه قال لي انا رسول الله قالك انا رسول الله ايوا يا أفضلت الشيخ طيب يا أستاذ مؤمن ما ربطش أقول للحادث خالب طيب بص يا أستاذ مؤمن مش حاضرك اللي كلمتني من شوية على موضوع الصلاة طيب بص يا أستاذ مؤمن ده مش النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ده بص ما هو في النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان لا يتمثل به يعني النبي ما بيجيش على الهيئة الجسدية المعروفة في كتب السنة لا يأتي على هيئة رسول الله صلى الله وسلم بصورته بصورته وهيهات المعروفة في كتب السنة ولكن ممكن يجيلك في صورة تانية ويتكلم يكذب يقولك انا رسول الله طيب طيب ليه بيجيلك بالشكل ده بقى هو عارف ان انت مثلا ما بتصليش او مكسر او بعيد عن ربنا فهو يعني يقول عياذ بالله يريد ان يزين لك ما انت علي من المعصية يقولك ايه بقى يا عم ده انت راجل صالح بقى مش مهم تصلي ده انت شفت ان الشيطان اللي هيصبح الصبح يقولك كده ده انت شفت النبي كده وكده تمام اتما تصليشت كده ربنا راضي عنك عشان تفضل كده يعني حتى تلقى الله تبارك وتعالى وتكتشف الحقيقة المرة فبص ايه لما تشوف حد بيقولك انه رسول الله ام محمد ام محمد ام محمد ام محمد ام محمد كيف حالك الحمد لله تفضلي اسمعك انت يا عم الشيخ انا عندي مشكلة ومن سبايدها معدش شايفة قدام مني نعم مشكلة مشكلة اه عندي مشكلة معدش شايفة من سبايدها قدام مني اه ايه المشكلة حضرتك المشكلة ان انا كنت متزوجة واتطلقت بولدي ام وجد خط واحد يعرف ربنا كويس جدا يعني بعد خمستاشر سنة طلق ام 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 صل الله عليه السلام صل الله عليه السلام فلما خدني لنا جار انا ما نفتك انه عينه مني حل عشيتنا ولئة من شرطة في الحكومة وكده واخواتي شغالين في الحكومة بيبهديني بيبهديني كعان لنا مع الخط صار في قلع المواسر ورماها وسيدني باتي وليلي شكته طيب بيعمل ده كله ليه؟ ويبقوا يربطوا لي يضربوني يفتطوني مرة طيب يا أم محمد أو بيعمل ده كله ليه؟ بيعمل ده كلته عشان أنا أتزويش آه وكان عاجزة يتزواجك أنت يعني آه كان عرض علي مرة من السنين هو وأخواته كلهم الخمسة فأنا ما كنتش في تناغل فرح وعمري ما فكرت ما عرفش القادر خلاني وافقته على الإنسان اللي معي ده هو إنسان كوي وكان حنين فيها في أولادي وعاش معنا في البيت لمدة سنة أنا نواغضابة جالي زي سنة ونوط ويبقى يستواج ما يطلع عنيش لهو اللي يشيل الزبالة هو اللي ويغضم عيالي ويحط لهم الأكل فكانت عمل لي عمل وبقى يجري بيه الدكاترة أغلابه قال له هي ما عمل له فعلا والد الوقت فيي الحاجات دي ود الوقت ستي بيتي ومش عارفة نعمل ايه ومش شايفة ومتردن إذني والمهم إذني قاله لقام بضربه فيها خمسة طالع قمت يجيبه المطوع وعيل لسه عنش الطاقة بغز الولية في ظهرها كده يعني شخص صغير عيل ما يعرفش حتى يضب عوارها كده المهم انت رضينوا وعيالي اللي اتنين شتتوا من مدارس لدي دخل مدرسة كما اللي اتنين في المدرسة وأنا دلوقتي بيتي مكفول حتى في الثيور ما نش عارفة نروح له الناس الغريبة خشزوا تطلعت على حسي وحسي بكل حشي راحي وأنا مش شتتة ومنام الشي وساعة من ناكل شي معلش ما تسيبش زوجك ومهدليني لا 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 تطلقي من زوجك وأهلي راقرين بقول لي احنا قلنا لك ما تتجوزيش لا 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 طبعا لا ما تجي حتى يوبا في جنب يحلل المحل طب يا أم محمد ما فيش فرصة انت تتنقلوا بلد تانية أو باك ما أنا جاعدة بالإجارة دلوقت ما فيش مشكلة اقثي لي بيتك وزوجك وهربه من مكان الغازة ومستمعافضة ومنحاول يجيب ابني اللي هو مهدده فيدي ومسكى قلبي بداية كيف هم يكتلوه طب ما فيش حد كبار عندكو في البلد ناس بيعودوا أعداد رمضة تاعية أنا ثلاثة أهلا يطلعوا هم ثلاثة في الحكومة أنا ما ما حولها لا قوة إلا بالله حسبنا الله نعمى الوكيل قل لي نبعي ايه ولا نعمل ايه أبشيري لا عليك لا عليك أبشيري بص يا أمو محمد يا أمو محمد نعم يعني أنت في بلاء أولا اصبري واستعيني بالله عز وجل عليك بالدعاء وبقولي حسبنا الله ونعم الوكيل فإنها تقسم ظهور الظالمين ودعوة المظلوم مستجابة تفتح لها أبواب السماء ويقول الله تبارك وتعالى لها وعزتي وجلالي لا أمعك يا محمد فالله عز وجل أن يهديه أنزر خلقه جميعا بالقرآن الله عز وجل أنزل القرآن للإنذار وللبشارة نحن تكلمنا عن شقة لإنذار النهار ومن الأمور التي أنذر الله تبارك وتعالى خلقه بها أنذرهم من قرب وقوع يوم القيامة وبوجوب أخذ الحذر والعمل للأخرة قبل فوات الأغاني كما قال تعالى اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وقال تعالى يلقي الروح من أمرها على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون يوم التلاق ويوم القيامة وسمه الله تبارك تعالى بيوم التلاق لأن الله عز وجل يلتقي فيه مع خلقه وآدم مع ذريته نعم الوسواس القهري في الصلاة أوكي إن شاء الله طيب علاج الوسواس القهري في الصلاة الوسواس هتروح لطبيب نفسي هتقرأ أي نص شرعي علاجه بالبلد كده يعني زي ما بنقول إنك تطنشه لازم تقاومه بص العقل البشري ما بيركس في حكتين في وقت واحد الكلام ده قاله ويليام جيمس عالم النفس المعروف العقل البشري ده ما بيركس في حكتين في وقت واحد يعني إيه؟ لازم تشغل المخ بحاجة تانية تبدأ الوسواس دي تضعف شيئاً فشيئاً حتى تنتهي هذا أولاً ثانياً عليك بالدعاء قل أعوذ بقراءة سورة الناس وبالرقية بها قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي إذا ذكر الله خنس اختفى وانزاوى وابتعد الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قلنا أن الله تبارك تعالى أنذرنا بالقرآن وأنذرنا من قرب وقوع الساعة وأنها قريبة إنهم يرونه بعيداً ونراه قريبة قال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشون عباده لينذرهم التلاق يا أم محمد يوم التلاق هل تقفه الظالم مع المظلوم والقاتل مع المقتول ولن يثر أحد من الحساب بين يدي الله في محكمة الشهود فيها ملائكة والقاضي هو الله أحكم الحاكمين لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب أسأل الله تبارك وتعالى حتى ألقاكم مرة أخرى أن يكفيكم ما أهمكم من أمور الدنيا والأخيرة وأن يفرج عن المكروبين والمظلومين والمحزونين وأن يشفي مرضى المسلمين وأن يقضي يدينا المدينين وأن يرزق لأيكم حج بيتين حرام في العام القادم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته